خلونا نشتغلوا، الزملهم يشتغلوا، بش يخرج لأن ما يهمنا ما نشحبين نكونوا مزبالة للسيارات المستعملة الإجنبية بعد تشديد وزير تجارة كامال رزيق على ضرورة ضبط عملية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات وفق آديات تمنع استيراد مركبات خردة من الخارج مخشوشة في سنة السير أو مسافة السير بالكيلومتر أوضح متتبعون للملف بوجود اقتراحات قدمة لمصالح الجمارك من أجل استعمال برامج رقمية تساعد في الحد من الغش في مسافة سير السيارات المستعملات المستوردة وسنة ترقيمها الحقيقية اقترحنا للجمارك الجزائرية مشروع باش معطوهم الآليات ليستمحوا لهم باش يكنتروليوا السيارة عندما يستردها المواطن الجزائري بانسور سيدي لوجيسيال اللي على كل حلق سي نميري والجزائريين ما عندهمش كلهم إمكانيات باش يديروا لفيريفكاشن سيو الوهيكول على الإمportation لادوان بو ديسبوزي دونوزوتي باش تعمل هاد لفيريفكاشن يتسمح لها تعرف حقائق الهيسطوري كنتع الوهيكول هذا منينجا وينتصنع يعني كل معلومات الخاصة بالسيارة كما أوضح المتابعون لملف استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات أن استعمال الجمارك لبرامج رقمية سيقلص من مدة عملية جمركتها كتجربتين نيجر والكو ديفوار تأخر انطلاق عملية استيراد المركبات أقل من ثلاث سنوات والتي تم الترخيص بإدخالها ضمن قانون مالية لسنة 2020 يعود إلى تكليف لجنة وزارية مشتركة تعنى بضبط خطوات وآليات مراقبة نوعية وجودة السيارات المستوردة ودقة المعلومات التقانية عنها وهو ما يتطلب استعمال مصالح الجمارك لكافة الإمكانيات وأحدث البرامج الرقمية التي تمنع الغش في سنوات ترقيم السيارات المستوردة ومسافة سيرها الحقيقية حتى لا يقع المواطن ضحية لغش وتحايل المتعاملين الأجانب في بيع السيارات المستعملة